شلونكم شاكم ماكم ان شاء الله كله بخير وبصحة تمام هذا الفيديو هو اخر فيديو في سنة 2021 وحبيت انه يكون مختلف رح نجاوب عن اسئلتكم اللي سألتوها بالمنشور الخاص بهذا الفيديو قبل ايام قليلة على الفيسبوك وانستجرام وكذلك اليوتيوب بس قبل ان نبدي بالاسئلة اكو شي انتم ما تعرفوا عني وردت انتظر الوقت المناسب حتى احتشي بي لاحظت اكو السؤال ينطرح بشكل متكرر وهو عرفنا عن نفسك انت منه وحاولت قدر الامكان من بديت باليوتيوب لحد الان انه اتجنب الحديث عن هذا الموضوع بس هذا وقت مناسب انه اقول لكم انا اسمي هشام علي مهندس اتصالات في الطيران المدني العراقي من سنة 2011 بديت هذه القناة قبل تقريبا اقل من سنتين واستغلت وقت الفراغ اللي كان موجود في وقت الازمة العالمية الوباء العالمي وقيلت خلي اسوي قنالي صناعة المحتوى التقني على اليوتيوب اللي انا اعتبره هو محتوى ايجابي ومفيد بكل المقاييس والدي الله يرحمه علي كاظم احد اساطير كرة القدم في العراق في فترة السبعينات ولعب للمنتخب العراقي ولنادي الزوراء لسنين عديدة اعتقد هو اللاعب العراقي الوحيد اللي يسجل اربعة اهداف في مباراة واحدة ضد المنتخب السعودي الشقيق الاعلام في ذلك الوقت مذاكل قوي فممكن تلقى بعض الفيديوهات عن اهداف الوالد الله يرحمه علي اليوتيوب وبالنسبة الاجيال الجديدة اللي ما يعرفون علي كاظم اكيد راح يعرفون علي عدنان اللي هو ابن عمي عدنان لاعب المنتخب العراقي اللي اتمنى له الشفاء العاجل والعودة الى الملاعب باسرع وقت فاني جاي من عائلة رياضية كلش وهذا يفسر دائما المنشورات اللي انزلها على فيسبوك وانستجرام بخصوص الرياضة لانه احنا نحب الرياضة تجرب دمنا اذكر الوالد لما كان يدرب فرق عديدة احاول قدر الامكان انه افوت في ظرفة تبديل ملابس حتى اسمع شنو اللي راح يقوله من نصاح لللاعبين فحبي لكرة القدم وللرياضة بشكل عام هو السبب اللي خليني دائما انزل منشورات على فيسبوك وانستجرام بخصوص الرياضة اشوف بعض التعليقات دائما تقول لي كتبون يعني انه انت شعليك انت تقني مالك علاقة بالرياضة في الحقيقة انا رياضة بالنسبة الي مناني وصغير احبها وعندي المان بيها من خلال متابعتي للوالد لما انشان يدرب تعوفون لشخص اللي تربى في بيت يشاهدون الرياضة بشكل مستمر ونقاشات رياضية يصير عنده حب وامان بهذا الموضوع طبعا الوالد الله يرحمه حاول قدر الامكان انه يبعدني عن كرة القدم وشجعني لإكمال دراسي والحمد لله المكان اللي ااني بيها اليوم هي بفضل الوالد ربي يرحمه برحمته الواسعة اعتذر على هذه المقدمة طويلة بس بالبداية ما حبيت انه احجب هذه التفاصيل من والدي من ابن عمي لانه وردت المتابعين ينجذبون للقناة ويحبون المحتوى اللي احنا دا نقدمه بسبب المحتوى نفسه مو لانه والدي فلان او ابن عمي فلان والحمد لله الارقام اللي وصلناها اليوم تعتبر جيدة جدا فشكرا لكل من دعمني من بداية القناة ولا حد اليوم وشكرا لجميع المتابعين اللي دائما يتفرجون فيديوهاتنا ويعلقون ويطول نقد بناء نحسن من خلاله المحتوى اللي احنا دا نقدمه وان شاء الله نكون دائما عند حسن الظن ونروح حسن الاسئلة نبدي باول سؤال من خطاب احد المتابعين القدامة القناة يقول شنو افضل جهاز لهذه السنة بالنسبة اليك وطبعا هذا السؤال مشابه لسؤال الصديق هوا اللي ايضا قال شنو افضل موبايل يتشوفه في سنة 2021 وهنا انا راح اقول جهازيا جهاز انا جربته وغير نظرتي من يعني من ناحية شركة اوبو وخلاني افكر واشوف انه شركة اوبو دا نفس بشكل يخليها مع الكبار من ناحية السوفتوير من ناحية اه تجربة الاستخدام بشكل عام خامات التصنيع فالرينو سيكس فايف جي هو جهاز المفضل بالنسبة الي سنة 2021 هذا الجهاز استعملته كجهازي رئيسي لمدة اكثر من شهر وخلاني اترك البيكسل اللي انتو تعرفون عن متعود على تجربة البيكسل من شركة جوجل بس هذا الجهاز انا اعتبره افضل جهاز في سنة 2021 جربته وسويت لمراجعة بالقناة طبعا العاطفة تدخل هنا في اختياري لرينو سيكس فايف جي لانه كل شي عجبني شكل الجهاز بس اذا اريد انطي لقب لافضل موبايل في سنة 2021 هذه السنة اشوف الايفون 13 برو ماكس جهاز خرافي ولا يوجد منافس الى حاليا بالسوق من ناحية الامكانيات من ناحية الكاميرات تصوير الفيديو كل شي تقريبا من عدى شغلة واحدة السعر واحنا نعرف كل زي انه اجهزة الايفون اسعارها غالية بس هسا بدأ السعر تقريبا يوصل للحد المعقول فانا اشوف الايفون 13 برو ماكس هو افضل جهاز في سنة 2021 ولكن من الناحية العاطفية اشوف الرينو سيكس فايف جي هو الموبايل اللي انا حبيته كهشام علي واستخدمته لمدة طويلة برغم انه انا متعود على اجهزة البكسل السؤال الثاني من عماد على الفيسبوك يقول وطبعا هو السؤال كاتبه باللغة الانجليزية انا راح اترجم لكم اياه اقول شنو اصعب شي تواجهه عند مراجعتك للاجهزة اجهزة الموبايل هل عندك طريقة معينة تستخدمها حتى يعني تسوي مراجعة لجهاز لانه المفروض اكو اكثر من نظام اكثر من واحد تقريبا عماد اغلب الاجهزة يعني هي نفس النمط احنا نجربها يعني نفس التفاصيل اضل عندي تشم يوم يومين ثلاثة اربعة ايام هذا اقل شي ممكن حتى اقدر اشوف الجهاز من نواحي عديدة من ناحية اداء الالعاب لانه اداء الالعاب رح يوضح الحرارة ورح يوضح اذا كان اكون مشاكل من ناحية تشتيت الحرارة وبالتالي هنا انا رح تشوف جهاز مادم هو مدى يشغل الالعاب اذا هو مدى يحصل لأقصى حد من نسبة لامكانياته وطبعا هذا الشيء بالذات لاجهزة الفلاكشوب الاجهزة الغالية الاجهزة المتوسطة ممكن تسهل بالموضوع تقلل الفريمات تسوي فهذه شغلات بسيطة فدائما تشوفوني اسوي مراجعات اجرب الجيمينج وحجة على موضوع باب جي مو تشجيعا من عندي للعبة انا ما لعبها للعبة نهائيا بس هيه تعتبر اختبار مهم جدا باعتبار اللعبة تطلب هاردوير فهنا رح اكتشف الهاردوير شغلة شنو اللي دي يصير من ناحية تشتيت الحرارة وغيرهن من ناحية السوفت وير بشكل عام كلش واضح الموضوع من تشوف سوفت وير بلاقاته هواية رح يكون كلش واضح قدامك بالتنقل ما بين القوائم وغيرهن رح تشوف من يعني اذا اكفت شي سلس واموره تمام واضحة يعني اللاقات والقليتشات رح تلقاها قليلة وطبعا بطبيعة الحال من كثر ما نجرب الاجهزة فيصير عندك خبرة من اول دقائق تجرب الجهاز رح تعرف حجم الثقل اللي موجود بي او حجم السلاسل اللي موجودة بي بنفس الوقت اداء الكاميرا يبين من بعض الامور اللي احنا نسويها يعني دائما نحاول قدر الامكان انه اختبر الكاميرات بالاجهزة يعني بشكل قاسي يعني تعرف كل واحد يجي يطوك صورة اكيد يهيئ الظروف المناسبة من ناحية الاضاءة وغيرها فما معقول اواحد يجي بنص الظلم يطوك صورة ويتوقع كاميرا ممتازة فمن يجي الموبايل علي السنسور ممتاز واشوف انه لازم نشوف اداءه بالتصوير الليلي شلونه وينطيني اداء ممتاز هذا دلالة على انه العدسة ممتازة ورح تنطيني من اصور باللي الخارج البيت رح تنطيني الصور حلوة كلش بينما من اجي مثلا على سبيل المثال اشوف جهاز على الاضاءة المثالية وده ينطيني غواش والبوترايب مو صحيح بعض المشاكل اللي باللون يعني اني اللون ده اشوفه الشي والكاميرا ده تطلع للون مختلف كليا فهذه كلها مشاكل وامور يعني بسبب تقدر تقول تراكم الخبرة اكثر من جهاز ينجربهن رح نعرف اشلون نسوي مراجع لجهاز ونكتب نص انا بالنسبة لي اكتب نص بالورقة يعني كل ملاحظة اشوفها بالجهاز اكتبها على مود يصير عندي تصور كامل قبل ما اقول اي شي لان هذه مسؤولية يعني ما اقدر اقول هذا الجهاز بفتح حاجة كذا واني اساسا ما اجربها او مثلا اقول هذا الشي بناء على معلومات بس مكتوبة وخلاص لازم واحد يجربه جهاز ويعرف هل الامكانيات اللي بهذا الجهاز تسمح لي انه اخليه ضمن خانة فئة متوسطة ضمن الفئة الابتصادية ام ضمن فئة الفلاكشب واذا كان من ضمن فئة الفلاكشب من ناحية التسعيره فهنا انا دائما احاول تكون المراجعة بالنسبة لي قاسية اكثر لانه الشركة تطلب مبلغ شبير فلازم اشوف ادق التفاصيل وما اجامل نهائيا بايش ولا اسهل فعماد سؤالك كان كلش حلو لكن يعني حتى هذا اللي قلتان يعتبر قليل بمفروض اشرح اكثر والمفروض ان شاء الله بإذن الله بالمستقبل القريبة سوي فيديو شلون يسوي مراجعات للجهاز ووضح لكم بالتفاصيل المملة شلون احنا دن نسوي هذا المحتوى تصوير البي رول تصوير الايرول وغيرهم اللي هي تعتبر شي شاق صراحة سؤال مصطفى على اليوتيوب يقول عندي فكرة بسنة عشرين وخمسة وعشرين ان شاء الله وهي قناة على اليوتيوب وهسه عمره 19 سنة ويكون محتوى ثقافي وتقني وبهذي اتطور اكثر واكثر وادري يمكن تقول لي بلش من هسه وفعلا فعلا هذا اللي اريد اقول لك يا انه بلش من هسه لتتأخر يعني بالنسبة لي اعتبر نفسي فكرة عندي من زمان من 2018 شي تشي بس يعني ظروف عديدة بعدتني عن هذا الموضوع واستغلت الفرصة مثل ما قلت لكم بداية الفيديو انه استغل فترة الوباء العالمي وطبيت على اليوتيوب بس انصحك انه ما تتأخر كل هذه الفترة لانه كل ما رح تتأخر اكثر كل ما رح يصيص صعودك ابطاء باعتبار يعني الصناع المحتوى دي يزيدون وهذا شيء ايجابي بس لا تتأخر ويحاول يتسوي اي شيء لا تضغط على نفسك وتروح تجيب اجهزة كذا وتروح تجيب كاميرات احترافية من التفاصيل بموبايلك صدقني بامكانك انه تصنع المحتوى سؤال من احد المتابعين على الانستغرام يقول ليش ماكو شركات عربية مصنعة لاجهزة التقنية هل السبب انه العرب متأخرين بهيطشي او الاوضاع الداخلية لبلدان العربية غير مستقرة تحياتي لك حبيبي بالنسبة لانه انه انت تصنع جهاز او موبايل او ايباد او ايشي هذه امور تتعلق ببناء شركة تكون يعني مستوردة للخامات عندها اتفاقات ثابتة مع شركات عالمية الموضوع عبدا موسهل اعتقد بالسعودية اكو احدى الشركات اللي بدأت تصنع موبايلات قبل سنت يعني هيتشي شفت يعني على اليوتيوب اكو هيتشي انه اكو شركة سعودية حسوني يقول اي نادي تشجع انا شجع مانشستر رينايتد النادي الانجليزي اه اكيد طبعا يعني اللي متابعني على الفيسبوك والانستجرام يدر بي دائما انشر محتوى يعني من يفوزون انشر شيء من يخسرون اغلس وما انشر اي شيء مصطفى تيك اعتقد مصطفى لو محب للتقنية لو عنده يعني قناة على اليوتيوب بخصوص التقنية يقول تحياتي لك من الموصل يا اهلا وسهلا بحبايبي من الموصل عندي متابعين هواية من محافظة الموصل كل الحب والاحترام لهم يقول شنو ارخص ايفون مناسب برأيك يكون جديد مو مستعمل وشكرا شخصيا اشوف افضل ايفون موجود سعره مناسب وممكن ينطيك اداء خرافي هو الايفون 11 نعم ممكن يكون غالي بالنسبة للكثير بس هو هذا تقريبا ارخص شيء يعتبر توب من ناحية الايفون حاليا اكيد اكو ايفون 6 ايفون 7 ايت بس لاني بيهن يعني بعض النقوصات من ناحية البطارية شاشة صغيرة وغيرهم فالايفون 11 هو ارخص افضل ايفون موجود يعني كجديد تشتري حاليا وانصح به بشكل مطبيعي مصطفى حامج صديقي العزيزي يقول تتوقع ننتظر ايفون 14 لو اخذ 13 طبعا هذا السؤال كلش حلو من مصطفى لانه هو يسئلوني على فيسبوك وانستجرام حتى في اكثر من بث مباشر يسئلوني بهذا الموضوع انا شوف الايفون 13 هو طفرة قياسا بالايفون 12 شوف الايفون 13 برو ماكس سويت لها مراجعة قبل كم شهر تقريبا عن من الاوائل اللي جابوا الجهاز بالعراق وسويت لها مراجعة هذا الجهاز كمية السخرية من عنده انه نفس التصميم ماكو فرق بالمواصفات وغيرها كانت كلش شبيرة جبتي الجهاز اباوع كانت حذر بالموضوع لانه اشوف اكو ناسه هواي صفحات على الصفحات اللي هي مفروض تقنية يقولون بانه الايفون 13 برو ماكس نفس الاداء معرف ايش بمشاكل يعني مون كل قالوا بمشاكل بس اجيت جربتي الجهاز الجهاز رهيب من ناحية البطارية اكو تطور من ناحية الكاميرا اكو تطور تطور عن الكاميرا اللي موجودة بالتوارف برو ماكس اللي هي اصلا ممتازة فتصوير الفيديو لا يعلق عليه تيجي تباوع على الشاشة صار بها البروموشن 120 ايرس فالشي كلش حلو ومع هذا الصرف البطارية مثالي يعني قياسا بجهاز ايفون فتباوع جهاز رهيب فهل شركة ابل رح تخلي الايفون 14 بعد بمواصفات اكثر هذا الشي انا اشك بي انا اتوقع الايفون 14 ممكن يجي بمواصفات يعني بسيطة كتطور قياسا بالايفون 13 برو لكن بالنسبة لي اشوف الايفون 13 برو ماكس وافضل جهاز بالعالم حاليا اما اذا مصطفى ايضا يعني انا اتعمدت اذكر جهازي اذا مصطفى ده يقصد الايفون 14 العادي وليس البرو فالايفون 14 اتمنى انه يجي بشاشة البروموشن وبنفس الوقت يعني شوية يضيفون بعض الميزات اللي موجودة بفئة البرو ممكن بذاك الوقت راح يكون الفورتين افضل من الثيرتين بس اذا تقولي اريد الثيرتين بس العادي هس حاليا اقول لك ميز ساهل راح اخذي التولف العادي سؤال على اليوتيوب يقول شنو افضل لعبة لعبتها بحياتك افضل لعبة لعبتها هي Red Dead Redemption 2 هذه اللعبة فتشي عالم خيالي يعني ما كملتها لأسف بسبب ظروف عديدة صارت عندي بس اللعبة اخذتني بعالم ثاني شين تضيع اربع خمس ساعات من دون ما ادري بنفسي عالم رهيب ومفتوح وموجودة هي اللعبة على البلاي ستيشن او الاكس بوكس ولعبة رهيبة جدا Red Dead Redemption 2 هي افضل لعبة جربتها بحياتي احمد الجميل يقول للالعاب اش تنصح بالكونسول والبي سي ولي اش من الناحية المثالية فالبي سي هو الافضل بالالعاب باعتبار امكانيات ممتازة وبنفس الوقت تقدر تطورها بالمستقبل اضف على هذا التهوية وتشتيت الحرارة احنا هنا مثالي جدا بالبي سي قطع الهاردوير اللي تكون من عدد البي سي احنا وصلنا المرحلة بسبب يعني امور كثيرة من ناحية بسبب وجود التعدين شحة الموارد وغيرهم القطع الهاردوير البي سي صعد سعرها بشكل مطبيعي بينما اذا تجي الكونسول فهو دي يطيك اداء ممتاز وخرافي خصوصا اذا نجي بلاي سيشن فايف او الاكس بوكس سيريز سواء كانت الاس او الاكس كسرر مقابل اللي دي يقدموا فهد شي ممتاز جدا فاذا تقولني من ناحية القيمة مقابل المال اقول لك الكونسول افضل اما اذا الفلوس ما تعمك فاكيد انصح بالبي سي واكو ايضا نقطة مهمة وهي توفير الكهرباء وتوفير مكان وعندك لازم شاشة فهذا الشي رح يزيد من تكلفة البي سي هذا لازم تخلي ببالك فكقيمة مقابل المال الكونسول افضل بكثير انا سويت مراجع على الاكس بوكس سيريز اس وهذا الجهاز تقريبا عندنا بالعراق سعر 300 و 310 دولار يعتبر رهيب كقيمة مقابل المال يعني يطيك اداء خرافي جهاز متكامل تريدون شوفون مراجعة موجودة على اليوتيوب الجهاز حتى الان موجود عندي سعره مناسب جدا يعني 200 300 دولار على الجهاز يطيك اقوى الالعاب حاليا علي محمد على اليوتيوب يقول شاحنة 20 واط عادي اشحن عليها ايفون اكس شوف اكو فيديو سواحسين الجزائري كلش حلو الشواحن خصوصا الاصلية المرتبة يعني ممكن تجيك بقدرة 65 واط بس هو جهازك اذا ما يشحن اكثر من 18 واط فهذا الشي يعني هو ما رح ياخذ اكثر من 18 واط وبنفس الوقت ما رح يقذي الجهاز الشاحنة تنطيك القدرة على قدر ما يريد الجهاز الجهاز يريد 20 واط ينطي 20 واط يريد 65 واط رح ينطي الماكسيمام اللي هي 65 واط احمد محمد يقول موبايل تنصح به بسنة 2021 بسعر 300 دولار شخصيا اشوف الموبايل اللي يستحق انه يكون موبايل ملك بالفئة المتوسطة بالعراق خصوصا عدنا هو ريالي كيو 3 برو هذا الجهاز سويت لمراجعة ريالي كيو 3 برو جهاز سعر 139 دولار 35 دولار جهاز ممتاز بياسم باللي دي قدمه فهد شي منافس جدا وبما انه هده نحكي عن ريالي كيو 3 برو فمحمد يسأل عن هذا الجهاز ويقول يجي تحديثات لولا الريالي كيو 3 برو مثل ما ذكرت بالمراجعة هو جهاز نزل للسوق الصيني شركة ريالي خلت لها روم عالمي وجابتها عندنا هنا بالعراق كانت اكو بعض المخاوف بخصوص هذا الشي هلي رح يجي تحديثات ومعرف ايش شخصي متراسلت وهي الشركة وقال لولي بأنه هذا الجهاز يعني عليه الضمان طبيعي ورح يتلقى تحديثات بشكل طبيعي الجهاز بحسب ما تقول الشركة رح تجي تحديثات والامور تمام ما بأي شكال ممكن لأنه هو علي روم عالمي يعني مو أصلا جاي من الشركة ولا هو أهم من الشركة جاي بس ممكن وراء يوم يوم وين يجي تحديث معين بس بشكل عام الشركة تأكد أنه هذا الجهاز هو حال حال أي جهاز تجي بشركة ريالي من العراق الضمان نفسه وبنفس الوقت رح تجي تحديثات بحسب ما هو مخطط إليه شوفه مش يغدوني طونة تحديثات وأيضا محمد يقول أقد اشتري جي تي ماستر أديشن جهاز ممتاز وهم سويت لها مراجعة بالقناة جهاز أنيق وكلش حلو حقيقة ريالي ميدا تبدع يعني بسنة عشرين وواحد وعشرين نزلت أجهزة رهيبة جدا ونافست بشكل مطبيعي إلى درجة قامت هي تنافس نفسها فنكمل يقول أشتري جي تي ماستر أديشن لو أنتظر سنة جديد شوف عالم التقنية بشكل عام من الموبايلات هو يومية لينزل موبايل جديد مسألة تنتظر هذا الشي يعني يخليك أنت تفكر بشكل مطبيعي وقلق وحضل فترة طويلة بدون موبايل إذا موبايلك يعني بإمكانه أنه يضلوا إياك ليش لا؟ موبايلك حاول قدر الإمكان بس من توصل مرحلة خلص بعد غير صالح للإستخدام أو دي تعبك بشكل مطبيعي أو بدأ ينطيك لا تجربة لعب ولا تجربة مشاهدة وبمشاكل هواية ذاك الوقت تفكر بجهاز اللي موجود حاليا بالسوق واللي هو الزين لا تفكر فتشي ها خاف ينزل كذا ها ما عرف إيش لأنه هذه ما رح تخلص ترى من عندها الأجهزة كل شهر تنزل لنا تشم جئاز خصوصا عندنا بالعراق يعني إحنا هواي شركات تنزل أجهزة بشكل مستمر طوال السنة سوفيان على اليوتيوب يقول أفضل آيباد للدراسة من أبل بسعر 450 ألف دينار أهم شي الأداء والبطارية هو ما عرف إذا قريب من سعر 450 ألف دينار بس آيباد ناين هو أفضل آيباد حاليا للدراسة من ناحية الأداء ومن ناحية البطارية فتشي تعتبد علي بشكل مطبيعي أداء ممتاز حتى من ناحية الألعاب وغيرهم فالآيباد ناين أنا أعتبرها حاليا هو ملك القيمة مقابل المال 450 ألف دينار يمكن تقيمة سعر 450 ألف هيد شي شوية يمكن أكثر سليمان على اليوتيوب يقول هل تتوقع ينزل سعر السامسونج الـ S21 Ultra بعد الإعلان عن S22 Ultra أريد آخر الـ S21 Ultra وشو كان؟ أجهزة السامسونج سليمان تعودنا أنه دائما بعد ست شهر يبدأ يتناقص سعرها فأكيد أكيد من ينزل الجهاز الجديد من شركة السامسونج الـ S22 Ultra أكيد رح ينزل سعر الـ S21 Ultra ففي طبيعة الحال أجهزة سامسونج ينزل سعرها خصوصا بعد ست شهر من تاريخ إصدارها يوسف يسأل هل عدكم ضرائب أو قمارق على الأجهزة المحمولة والتابلت في العراق؟ اللي عرفه أنه الضرائب موجودة عندنا من تجي أجهزة من الخارج حتى تنفرض على أهل المتاجر من يجزون أجهزة يعني كتجارة بشكل عام بالنسبة لي جزيت يعني أكثر من جهاز عن طيق DHL أو فيديكس البعض منها صار عليها قمارق عن طيقها لشركة النقل نفسه والبعض من عندها لا ما أجه بها قمارق فالموضوع يعني ما أقدر أقول لك أنه إحنا عندنا ضرائب شبيرة صراحة قياسهم بالأردن مثلا المملكة الأردنية على حد علمي يعقم ضرائب يعني شبيرة ممثلنا إحنا فقياسهم بدول الجوار خلل نقول إحنا الضرائب والقمارق قعدنا على أجهزة المحمولة تعتبر يعني بسيطة مو ذاك التأثير لها بالسوق العراقي طبعا أنا إذا أقلب الأسئلة نسيت أن الخطاب كان عنده سؤال ثاني وهو هل إذا وصلت قناتك أكثر من أربع مليون مشترك راح تترك شغلك الأساسي لو تكمل به وتعتبر اليوتيوب كشغل ثانوي أرباح اليوتيوب يعني بالعراق من أقل الأرباح في دول العالم لا تعتبرون أنه أرباح هذه الإعلانات التي تطلع على اليوتيوب هي في هذا شيء ممكن يخلي يخلي اليوتيوب هو مصدر دخل أساسي بالنسبة لك ممكن إذا وصلت مثل ما تقول خطاب أربع مليون هي تشيء أرقام شبيرة وعدد المشاهدات كذلك لازم يكون كبير للإعلانات والفيديوهات بشكل عام ذا كل وقت ممكن تقول أنه هذا راح يكون مصدر دخل أساسي بالنسبة لك بس شخصيا ما أعتقد أنه بيوم من أيام أترك مصدر العفو شغلي الأساسي ما أعتقد أنه راح نوصل الأربع مليون أو هي تشيء بكل سهولة منها العشر سنين هي تشيء من خلال الحصائيات اللي دا شوفها عدد القنوات على اليوتيوب دا زيد الموضوع ما عاد مثل السابق لأنه يعني عدد الصناع المحتوى قبل الخمس سنين أو أربع سنين كانوا قليلين فالصعود يصير أسرع باعتبار هو اليوتيوب أصلا ومنصات التواصل الاجتماعي صار بها الصعود صار لها سنتين أو ثلاث سنوات أما اللي يبدي من هسه ويناوي أنه يكون هو إلى مصدر دخل أساسي فما أنصح نهائيا أنه يفكر بالفلوس فكر بها كهواية وكحب لهذه الشغلة اللي أنت تقدمها كمحتوى وما أعتقد يا خطاب أنه بيوم من أيام راح أترك شغلي الأساسي وأعتبر اليوتيوب هو شغلي الأساسي يعني بدل ما هو ثانوي حاليا أحسين يسأل تنصحني بتاب S7 له آيباد ناين واستخدامي تصفح ومشاهدة أفلام وشوية ألعاب خفيفة من ناحية مشاهدة الأفلام أنا أشوف التاب S7 أحلى بهواية أحلى بهواية من آيباد ناين أعتبر التاب S7 فالتجربة رهيبة من ناحية الصوت من ناحية الألوان بشكل كلش حلو أكو عندي مقارنة ما بين التاب S7 والآيباد Air 4 موجودة على القناة تقدر تشوفها موضح أنه إذا تريد مشاهدة الأفلام فالتجربة حلوة من ناحية الصوت من ناحية الأناقة الجهاز التاب S7 يخبل فتشي كلش حلو أما إذا تريد العملية فتشي يضل 65 نفس الأداء فالآيباد ناين طبعا هناك أسئلة أخرى ما قدرت أجاوب عليها لأسباب عديدة كل الأسئلة اللي ما جاوبناهم بعون الله راح أكتب لهم بالتعليقات أرد عليهم أرجع مرة الثانية بعد هذا الفيديو أكتب لهم كل التفاصيل اللي أنا أعرفها فأرجو المعذرة من اللي ما أخذنا أسئلتهم وإن شاء الله بإذن الله هذا ما راح يكون الفيديو الأخير اللي بيه أسئلة وأجوبة ودائما حاولوا تتواصلوا إياه على فيسبوك وإنستغرام لأنه هناك بكل سهولة أقدر أجاوب وأعلق باعتبار يعني مناصصة سهلة أنه تتواصلوا إياه المتابعين وبنهاية هذا الفيديو ومع نهاية هذه السنة أتمنى لكم سنة سعيدة قادمة بعون الله وربي يحفظ الجميع من كل مكروه أتمنى أنه نكون قدمنا محتوى حلو في هذه السنة وإن شاء الله بإذن الله نكون دائما عند حصن الظن اشتركوا بالقناة إذا بعدكم ما مشتركين حتى أرفضكم الفيديوهات القادمة وتابعوني على حساباتي اللي ظهر أمامكم فيسبوك وإنستغرام المعرفة وآت هشتك تسعة ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادمة اشتركوا في القناة